موسيقى نحس انه هايدي شغلات عم بتوعينا انه شو ممكن اواتي يكون في قصص او مشاكل ونحنا ما منكون منتبهين لا يعني الى جانب دور انه في حبكة حب وفي كوميديا الحلو انه حامل هم انساني اجتماعي شو سمعت تعليقات من اهالي ناس التقيت فيهم كتير حبوا كتير حسوا انه بيعنيهم وقالوا انه لأول مرة بحسوا انه فيه مسلسل بيشبهنا كتير كتير قريب مننا وصاروا هنه عم بتبعوه يعني مع انه عم بيمرؤ بوقت يمكن اول مرة بيمرؤ سبعة بعدين برجع بيمرؤ بعد نصليل بس عم بيتبعوه صاروا هنه عم بتبعوه مثلهم مثل الولادهم يعني لان حسوا انه كأنه عم بيوعيهم على قضايا الشبيبة برمضان بيكون في كتير اعمال درامية ولكن بعد رمضان حسوا انه وبق فيه مسلسلات فشو رأيك بي دا الموضوع؟ هلا بيكون تحضيرات يعني اكيد لانه بنهاية الشركة كمان امنى متل ما بيقولوا تفيس مكانات اذا بدت تحترمها لو تعطي مستوى مرتب بالانتاج حكما بدون ياخدوا وقت حتى يقدروا يقروا سيناريوات يختاروا يعملوا كاستنج وهيدا دليل عافية وقت اللي بيكون فيه تروي متى كمان النجاح ياخد مجاله وياخد صدا هالنجاح وبعدين بيرجعوا وبيعلعوا شغلة منيحة شو عم بتحضر يعني بعد التعب برمضان عم بتحضر لأعمال جديدة؟ انا هلا بالاخص عم بحضر لأطروحتي لانه السنة بتخرج من الجامعة اليسوعية عم بعمل وساطة وأطروحتي يعني شوية احملتها بالتصوير فعندي لأاخر شهرجين الله راد على امل بعدين ناخد فرصة ونرجع نبلش بشي شديد وين مقضايا الصيف؟ هلا هون بقى العائلة كلمة اخيرة لموقع الفن؟ بدي اتمنى لكم اول شي عيد مبارك وعطول بالتقدم وتكونوا عطول انتوا سباقة وبتغطوا كل القضايا الفنية مثل العدي